فيسبوك، إنستجرام، واتساب، يوتيوب، تويتر أكيد بتستخدم واحدة من هاي التطبيقات على الأقل ولكن هل سمعت عن التطبيق الجديد المخصص للعرب؟ باز باز منصة باز العربية منصة باز 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 ملايين من الناس حول العالم بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي سواء لتصفح الأخبار، للمراسلة أو متابعة ناس بيحبوهم هاي البرامج صارت جزء أساسي بحياتنا والتخلي عنها صار صعب عند كتير من الناس بس خبرنا اليوم مو عن أضرار مواقع التواصل ولا عن خطرها خبرنا رح يعطيك شعور مختلف مزيج من الفخر والتفاول لأنه بيحكي عن مجموعة شباب آمنوا بقدراتهم ورسموا مستقبلهم ووصلوا لمنتج عربي فريد ونصة باز هي موقع تواصل اجتماعي عربي تم إطلاقه بسنة 2019 بشكل تجريبي على أيدي مجموعة من الشباب العرب بعد ما استوعبوا أهمية إيجاد تطبيق فيعكس الثقافة والهوية العربية وهلأ وبعد سنتين من الأطلاق التجريبي في مئات الآلاف المستخدمين والمؤسرين اللي قرروا يخلوا باز هو موقع التواصل الأول لصناعة المحتوى استخدموا باز بس نزلوا من البلاي ستور نزلوا من أب ستور افتحوا وشوفوا بعينكم البرنامج أنا رح أصير أعطي أولوية لباز تمام؟ أنا رح أدعم المنتجات العربية صح أنه التطبيق لساته بنسخته التجريبية ولكن مميزاته قريبة كتير من مميزات البرامج الكبيرة نشر الصور، الفيديوهات، الرسائل والبس المباشر والأهم من هيك أنه نظام الأمان فيه عالي جدا يعني بتنشر اللي بدك يا وانت مرتاح رح يتم إطلاق البرنامج بشكل رسمي بـ 11 نوفمبر من هاي السنة في منصة باز جاء بين فكرة تيك توك وخورزمياته حقيقية ودقيقة وتدعمك في عملية مشاهدات وهذه منصة منصة حرة عربية بالآوين الأخيرة صرنا نشوف منزعاج بعض المؤثرين وصناع المحتوى العرب من سياسات بعض البرامج على أنها بتعامل المحتوى العربي بشكل مختلف أحياناً وهذا الشي خلى باز ينتشر أكتر ويوصل لعدد مستخدمين أكبر بس رغم هيك وجود هذا التطبيق ما بيعني أنه لازم نستغني عن البرامج الثانية لأنه قلها أهميتها ومكانتها بحياتنا بس لازم يكون برنامجنا الأول اللي بيعبر عنه وبجسد ثقافتنا الباز هو نوع من الصقور طير حر بيطير فور الجبال وعنده نظرة ثاقبة لكل شيء تماماً مثل الشاب العربي اللي بيفتخر بي تاريخه ونظرته دايماً عن المستقبل وهي كانت أخبار تستهل شركة